أطلع الأسبوع حاسما على صعيد الرئاسة اللبنانية بعد أعلان المعارضة رسميا عن ترشيحها الوزير السابق جهاد أزعور في وقت يصر أثنائي الشعي على أن أزعور مرشح تحدي وبينما يحظى رئيس طيار المردة سليمان فرنجي بدعم من كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير إضافة إلى عدد من النواب يحظى أزعور بدعم من الأحزاب المعارضة وبعض النواب المستقلين ووفق آخر المعطيات السياسية وبالرغم من تكتن بعض النواب كيف تتوزع الأصوات لكل المرشحين كتلة لبنان القوي ستصوت لصالح جهاد أزعور باستثناء خمسة من أعضائها الذين سيصوتون بورقة بيضاء كتلة الجمهورية القوية تضم 18 نائبا بالإضافة إلى نائب كميل شمعون والكتائب التي تضم أربعة نواب والتجدد أربعة نواب سيصوتون لجهاد أزعور ووفق مصادر الجديد فأن عدد نواب التغيير الذين سيصوتون لجهاد أزعور يتراوح بين 18 نواب بالإضافة إلى النائب المستقل غسان سكاف فيما النائب إبراهيم من نيمني قال للجديد إنه سيحصم موقفه لحظة الدعوة إلى جلسة الانتخاب وكذلك النائبان فراس حمدان والياس جراضي فلم يحصم موقفهما بعد وعليه فأن أزعور يضمن حتى الساعة 47 صوتا رئيس طيار المردة يضمن أصوات الوفاء للمقاومة 15 صوتا التنمية والتحرير 15 صوتا جميل السيد التكاتل الوطني أربعة أصوات طوني فرنجي ميشيل المور فريد الخازن وليام طو إضافة إلى ثمانية أصوات من النواب حسن امراد جهاد الصمد طه ناجي عدنان ترابلسي ناصر حيدر محمد يحيى كريم كبارة وفايس الكرامي ليصبح عدد الأصوات المضمونة لصالح فرنجي أربعة وأربعين صوتا وبين فرنجي وأزعور الورقة البيضاء قد تكون المرشح الثالث فكتلة التشناق والتي تضم النائبين أكوب باكرادونيا وأكوب تارازيان بعدما تم فصل النائب جورج بوشيكيان لم تتخذ قرارها بعد إلا أن مصادر الجديد تشير إلى توجه الكتلة للتصويت بورقة بيضاء في الدورة الأولى بسبب عدم رغبتها بالخروج كليا من الإجماع المسيحي وعدم حسم قرارها في الدورة الثانية كتلة اللقاء الديمقراطي والتي تضم ثمانية نواب أكدت الجديد أنها كانت المبادرة عبر رئيس الحزب وليد جومبلاط للبحث عن أفاق تسوية في البلد في ظل التغيرات الإقليمية وأوضحت أنها كانت أول من رشح جهاد أزعور ولكن بشرط التوافق وأن لا يكون مرشح تحدي وأشارت إلى أن الكتلة ستجتمع وتسترشد بأراء وليد جومبلاط وسيأخذ رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جومبلاط القرار المناسب لكن وفق مصادر الجديد فأن اللقاء الديمقراطي سيصوت ورقة بيضاء في الدورة الأولى وللجهاد أزعور في حال عقدت الدورة الثانية كتلة الاعتدال والتي تضم عشرة نواب تتوجه وفق مصادر الجديد للتصويت بورقة بيضاء في الدورة الأولى مستبعدة في الوقت ذاته أن تكون هناك دورة ثانية ولكن أن حصلت فلن تكون أصواتها بعيدة من الهواء السعودي كذلك قد يصوت بالورقة البيضاء بعض نواب تكتل لبنان القوي وعددهم خمسة وكل من النواب جون تالوزيان يهاب مطر أسامة ساعد عبد الرحمن البزري شرب المسعد ميشيل ظاهر حليما قعقور ليكون عدد الأوراق البيضاء اثنتين وثلاثين توني منصور قناة الجديد